اقتراح مليح بالنسبة للموضوع الانذرات بس احنا نضالنا مستمر مش راح يوقف ولا دكيكة وقفنا المظاهرات في عنا الخطر الموجود حاليا وشارع 4-4 اللي كاعدين برضو فيه لجنة تشتل عليه مهدده الفين دولهم في المصادرة فمؤكدا مظبوط احنا وقفنا بس ممنوع نوقف من ناحية ثانية احنا لازم نستمر في النضال تبعيني النضال تبعيني بيختلف فيش مظاهرات بس في عنا اللجنة التخطيطية لازم تتابع الأمر مهم جدا انه نتابعوا احنا كفلاحين مش عن طريق بلدية الطيبية بلدية الطيبية معروفة كيف البلدية العربية بتشتغل احنا طبعا راح نلتكي في عنا مندوبين عن اللجنة اللي راح يلتكوا في مكاتب اللي توجد الحلول وتقدمها عن طريق بلدية الطيبية طبعا تنقدرش احنا كلجنة نروح نقدمها للسلطات فلذلك نضالنا راح يستمر ما يفكروش الناس انه الأمر السنتين برمرة نرماح بثواني ما بيشوفنا الطيابة اذا احنا بالنام الأمر برد بيثقع قدامنا واخره مره بعد سنتين سنتين ونوص فلذلك اللجنة راح تشتمر اللي دافعت عني بالنسبة للانظارات واللجنة الثانية طبعا تشتل 4-4-4 في عنا الاقتراحات الحلول وتبعياتنا نطلع على الكنيزة عساسا نوجد برضو الحل لانه اذا كدموا الخوارط بالنسبة لشارع ناكلت شارع 4-4 اللي موجودين احنا على جنبه ونكلوه غربي الكطار ومصادرة الفين دولهم المصيب يصير كبير للطيب لانه الاراضي ست سبع تلاف دولهم برضا لين مهددات يعني عبان ما ينوجدين الحلول الباكي لالامور الموجودة احنا فيها في السهل بالنسبة لسبع تلاف في هجمة احنا وقفنا ضد الهجمة هاي وقفناها حاليا بس لازم نستمر في نضالنا عبان ما نوجد كل الحلول لكل الاشكاليات الموجودة غربية الكطار شو رأيك بهذا القرار هل نوعا ما او مبدئيا مقبول عليك طبعا مقبول مواقعا عبان ما نوجد الحل النهائي هذا مش حل الجذري للأمر في الضغط تبعينا باقي موجود بشكل متواصل مظاهرات واجتماعات احنا الاجتماعات مع كل المساولين في المخاططين اذا اطلع هولي كيف طرف يفر يوجد حل مع توخة من النضال طبعينا فلذلك مفجرواش الناس انه بس انه تظاهر يعني ها شو وقف لا احنا النضال طبعينا في نتيجة فلذلك لازم يستمر الحل الحل انك توجد حل لكل الاشكالي طلع بلدية الطيبة معروف شو في الوسط العربية بيش طلن بلدية الطيبة في وظائف بيش طلن فيش وظائف لا جماعته بيش طلش فلذلك احنا واقفينه في المرصاد لبلدية الطيبة ولا السلطات يعني انا واقف ضد اثنين لانه بلدية الطيبة تش طلش كسم الهندسة طبع الطيبة بعرفوش وان هم موجودين في الامور انا كان عندي اجتماعات مع رئيس البلدية مع كسم الهندسة في البلدية الحلول هاي اللي احنا قاعدين هسا بدينا فيها احنا كلجنة ولا حين نستمر فيها البلدية الطيبة كبل عشر وخمس عشر سنة لازم بدأ فيها الحلول لأ هسا لما انت تضغط عليه بصير اش طيل لا هسا نضغط عليه طول الوقت منو احنا نواقف في الضغط تبعينا على جميع السلطات فيما فيها بلدية الطيبة نطالب تبعيتنا تنحل كل المشاكل للناس الموجودة غربي شارع غربي الكطار اللي اني حوالي سبع تلاف دلوم يشطل اجفر جدية في البلدية يشطلوا بأجفر جدية ياخذوا الامور بشكل جدي بدأنا ندالنا قبل ثلاث اشهر وكان همنا وهدفنا هو وقف وصد هذه الهجمة على جميع اصحاب الاراضي الحمد لله بعد ندال ومظاهرات ثمان مظاهرات متتالية حسب رأيي لم تكن في طريق الطيبة ندال مستمر ومتكامل مثل ندال اصحاب الاراضي المتضاررين بعد هذا الندال حصلنا على انجاز مشرف حسب رأيي كنا نرجو ان نحصل على اكثر من ذلك وسوف نستمر لكي الحصول على اكثر من ذلك ولكن لا يمكن التقليل ايضا بهذا الانجاز الانجاز هو انه سوف يتم تجميد كافة الاجراءات كافة الدعوات لجميع اصحاب الاراضي سكان طيبة غير بي شارع 6 لمدة قد تصل الى حوالي سنتين ونحن في المقابل وبالتوازي مع هذا القرار سوف نكون باجاد حل تخطيطي هندسة لكي يكون لنا ايضا جواب طويل الامد وحل طويل الامد لكي لا نعود ونعيد نفس الكرة بعد لا سمح الله بعد سنة او سنتين لغرامات اخرى نحن غناء احتراح هو انه يكمون بتجميد قيام عمل اللجان في رملة والتنظيم والبناء انه ما يأتوا الى سهل الطيبة لفترة حوالي 6 اشهر وايضا سوف تمدد لـ 18 شهر اضافة ومن جهتنا نحن سوف نكون بالضغط على البلدية وبالتعاون مع البلدية لكي نجد حل تخطيطي هندسة وهكذا قد نكون بحل هذه المشكلة بشكل جذري بعد سنتين من اليوم فالاتفاق هو غير مدون غير مكتوب ولكن من جهتنا نحن نأمل ان يكون هذا الاتفاق هو حل تعتقول مؤقت حتى نجد الحل الجذري الذي نسعى له جميعنا ده ما تأخذ جب عليك ان تعطي فهنا كان نوع من يعني طلب مننا ان نقف التظاهرات وعني هاي كلمة حك تكال لأهل الطيب الذي وقفوا مع أصحاب الأراضي ومع أصحاب الأراضي الذين جاءوا بزخم بالأخص في البداية لأن المظاهرات هي الكلمة وهي الكوة عندما يطلبون منك وقف المظاهرات فهكذا نعرف ونعلم ان هي السابة الرئيسة في الانجاز اللي وصلنا له الكاف المظاهرات بالمقابل تجميد لفترة كتصل إلى سنتين وبالتوازي أعود وأكرر نحن هدفنا لم يكن التجميد هدفنا هو الحل الجذري طويل الأمد وكذلك منع مصادرة الأراضي ومنع مخطط شرع 444 جديد لأن هناك أيضا الكثير من الناس هذا المخطط كديمس بهم ولكن كيف بقوله حبة حبة احنا الآن جمدنا هاي الدعوات جمدنا كل هاي الدعوات للتحقيق وكذلك وقفنا المظاهرات وأشدد أن خيمة العطسام سوف تكون وتستمر بعملها بشكل بنار هادئة إذا لا سمح الله كان هناك تغيير من كبل السلطات وما شفنا إلا رملة وهناك دعوات تحقيقات جديدة سوف ننزل ونتظاهر مرة أخرى بكوة وبزخم أكبر منها الآن الجهد هو كنا في البداية نعمل بثلاث مصارات القانوني، القضائي، الهندسي وكذلك الاحتجاج اليوم الاحتجاج سوف يكون في نار هادئة كما ذكرت فقط في خيمة الاعتصام فعليات، ندوات، توعوية كل يوم بعد صلاة المغرب وكذلك صلاة المغرب تكون في الخيمة أما الجانب القانوني أيضا هو مجمد لأنه ما فيه الآن دعوات للتحقيق ولكن المصار الأهم أعيد وأنوه مرة أخرى المصار الهندسي، المصار التخطيطي نحن سوف نضغط على كل جهة رسمية إن كان حكومية وإن كان بلدية الطيبة لأنه مرة أخرى حلنا هو الحل الهندسي التخطيطي طويل للأمد وهذا ما ينتظره مننا الناس وسكان بلدية الطيبة بالأخص المتدررين غربي شارع 6 في الطيبة ترجمة نانسي قنقر